صل 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 على رسول الله صل 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 على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم أميمة على قناة وصفتنا السمال للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم عزيزاتي على القناة وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله سأقدم لكم كريم لعلاج مشكل حب الشباب أو حبوب الوجه مكون من ثلاث مكونات فقط جدا أهلا وبسيطة ولكن مفعول هذا الكريم جيد جدا ورائع جدا للتخلص نهائيا من مشكل آثار حبوب الوجه وكذلك حب الشباب ستحتاجين كمكون رئيسي في هذه الوصفة وعنى أعتبره مكون سحري فهو يعالج معظم مشاكل الشعر والبشرة كذلك وهو جل الألوفيرا فجل الألوفيرا فهو جد مفيد للقضاء تماما على حب الشباب أو حبوب الوجه إذا تم استخدامه بالطريقة الصحيحة وأيضا هذا الكريم فهو سيساعدك جدا على التخلص من حبوب الوجه أو حب الشباب فكل ما عليك هو المدوم عليه واستخدامه بشكل منتظم وستحصلين على نتائج رائعة جدا بحول الله ستحتاجين كمقدار من جل الألوفيرا في هذه الوصفة إلى ثلاث معالق كبيرة من جل الألوفيرا أما المكون الثاني في هذه الوصفة لعلاج مشكل حبوب الوجه أو حب الشباب ستحتاجين إلى زيت الأفوكادو فالزيت الأفوكادو جد مفيد جدا للبشرة فهو يقضي تماما على مشكل حبوب الوجه وكذلك يعمل على توحيد لون البشرة وإزالة الجدور الحرة أو التخلص من الجدور الحرة التي تعتبر من بين الأسباب الرئيسية في ظهور التجاعيد المبكرة وخصوصا تجاعيد العين والجبهة وستحتاجين كمقدار من زيت الأفوكادو في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو أما المكون الأخير في هذه الوصفة فهو مسحوق القرفة أو الدارسين فهو جد مفيد وفعال للتخلص من مشكل حبوب الوجه أو حب الشباب وستحتاجين كمقدار من مسحوق القرفة أو الدارسين في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة أو الدارسين بعد التعرف على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فضلا وليس أمرا أختي الكريمة إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفتنا السمان المرجو منك للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك والشير وتعليق شكرا جزيلا لك أما فيما يخص طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد سهلة وبسيطة فكل ما عليك هو أخذ إناء مناسب تضعنا في جل الألوفيرا وكذلك القرفة وزيت الأفوكادو وتقومين بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس وتقومين بوضعها في برطمان زجاجي والاحتفاظ بها في الثلاجة هذه الوصفة صالحة لمدة 20 يوم للاستخدام أما فيما يخص طريقة استخدام الوصفة فكل ما عليك هو تنظيف بشرة الوجه جيدا باستخدام الغسول اليومي الخاص بك وتقومين بتنشيفها جيدا وبعد ذلك تقومين بتطبيق هذا الكريم الليلي على بشرة الوجه بالكامل للتخلص نهائيا من مشكلة حب الشباب أو حبوب الوجه تكررين هذه الوصفة أو هذا الكريم الخاص بحب الشباب أو حبوب الوجه يوميا إلى أن تخلصين نهائيا من مشكلة حبوب الوجه أو حب الشباب كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم شكرا عزيزتي على المتابعة وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله